6 أفريل يوم عالمي لرياضة والاحتفال بهذا اليوم الجميل تم تنظيم سباق شيق بين محمد وويسام وبالطبع أي سباق يحتوي على شارة البداية بدأ السباق وكان حماسي لأبعد حدود وحاجة بين محمد دماء إيفوس راح نسألكم السؤال وحنطلب منكم رسم مسار ويسام ومسار محمد وتقولوا لي وش هو الفرق بين مسارهم كما تلاحظوا هذا هو مسار تاع ويسام هذه النقطة البداية وبعدها نرسم المسار بخط متقطع وهذه نقطة النهاية كما تلاحظوا لو كان نسألكم كيف كان مسار تاع ويسام راح تقولوا لي أنه دارت دورة ناقصة وش ما عندها الدورة ناقصة؟ أنه لم تجتز كل أمتار موجودة في الميضمار ولا بالضبط ش تقولوا لي تقول لي أنها ما اجتزتش كل احتمالات موجودة في الميضمار إذا وش نقولوا ويسام اجتزت دورة ناقصة أما محمد فهو اجتاز الدورة كاملة هذه النقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية بلون البنفسجي كما كم تلاحظوا وش هو الفرق ما بين ويسام ومحمد محمد اجتاز الدورة كاملة وش معناتها الدورة كاملة معناته أنه اجتاز كل أمطار موجودة في المضمار بالضبط اجتاز كل احتمالات موجودة في المضمار إذن ماذا نقول أن محمد اجتاز الدورة كاملة وأن ويسام اجتاز الدورة ناقصة فهذه الدورة الكاملة ودورة ناقصة تشبه كذلك للعددات كما هذا العدد الذي أرسمت لكم الذي لا يوجد بوبة شرق نهاية العدد هو عدد دورة كاملة والعدد الثاني هو عدد دورة ناقصة كيف عرفته عدد دورة ناقصة يحتوي على بوبة شرق نهاية العدد هذه البوبة ترغم العدد لا تخليه يكمل دورة متعه كما نلاحظوا هنا هي العدد دورة كاملة بما أنه مخدم قلبين يبدأ 00 بعدها 01 احتمال 310 احتمال 341 واحد واحد. وبعدها يرجع تلقائيا السفر. وش نقولو? نقولو القلبين هذو احصاوا كل احتمال. على هذي نسميه عدد دورة كاملة. اما عدد دورة ناقصة رقم لي يبدأ لي زير زيرو. وبعدها صفر واحد. وبعدها واحد زيرو. وبعدها وشكم تلاحظو اقفز ديركتم وزيرو زيرو. وما حسبش رقم واحد واحد. وش هو السبب لي خلا ما يحسبش واحد واحد? اللي هذي هي البوابة شرط نهاية العدد. العدد القلبة اللي فيهم بوابة شرط نهاية العدد. وش نسميهم? نسميهم عددات دورة ناقصة. انا ابن عربي محمد وهذه قناتي الهندسة الكهربائية. اذ كنت تدعم محتوها فلا تبخل علي بالاعجاب والاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد. فلنبدأ بالحصة رقم 34. العددات بدورة كاملة. فاصل ثم نواصف. جماعة زينة في الحصة الماضية اعطيتكم مخطط تعالى العددات وعرفنا وش نقرأه في السنة الثالثة. اليوم بالضبط وش ندرسه? نحن ندرس عددات انجاز بالاقلابات بالضبط وش ندرسه دورة كاملة. وفي الدورة كاملة نحن ندرسه نوعين في هذه الحصة رقم 34. ندرسه عددات دورة كاملة تصاودية وعددات بدورة كاملة تنازلية. وقبل هذه اعطيتكم كذلك كيف نعرف باللي عددات دورة كاملة? وش قلتكم? نعرف باللي عدد هل هو دورة كاملة ام لا? لازم يكون ترديد تعوي ينتمي الى ثنين قواء. مثلا ثنين هو عدد دورة كاملة بس كو ينتمي الى ثنين قواء ثنين اص واحد. مثلا اربعة هي ثنين اص اثنين معنها دورة كاملة. ثمانية ثنين اص ثلاثة. ستة عشر ثنين اص اربعة. ثنين وثلاثين هي ثنين اص خمسة. ربعة وستين هي ثنين اص ستة. هكذا اكمل اي رقم ينتمي الى ثنين قواء. نقول عنه انه ينتمي الى دورة كاملة. وبهن فهمه مليح مليح جماعة. الحصة هذه رح ندركم فيها ربع تمارين. كل تمارين سنعطيكم توقيت تعوي. كما تمارين الاول وهو تمارين العداد دورة كاملة ترديده اربعة تصعود. وهذا هو توقيته. اما تمارين الثاني وهو عداد دورة كاملة ترديده ثمانية تصعود. وهذا توقيته. اما تمارين الثالث وهو عداد بدورة كاملة تنازلي ترديده اربعة. وهذا توقيته. واما اخر تمارين وهو عداد بدورة كاملة تنازلي ترديده ثمانية. وهذا توقيته. يعني تمارين لي يعجبك شوف توقيت تعود فرجله مباشرة في اليوتيوب هيا جماعة نبدأ بأول تمرين في التمرين الأول توجد خمس أسئلة سؤال الأول موظيفة X10 X11 وإينيت سؤال الثنين أكمل تصميم المنطقي لهذا العداد سؤال الثالث أكتب معادلة سيكا ومعادلة راز وسؤال الرابع أحسب قيمة التواتر FQA و FQB وسؤال الأخير أكمل مخطط زمني لهذا العداد جماعة زينا نتمنى أنكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في هذا التمرين وبعد ما تكملوا شغلوا فيديو برافو عليكم برافو عليكم على هذه المحاولة قبل ما نبدأوا في حل التمرين رقم واحد الحصة رقم 33 هي حصة الإسعاف بنسبة لكل حصة الخاصة بالعدادات نتمنى أن الأغلبية تفرجوا هذه الحصة بهم يلقوش إشكالية في باقي العدادات بالتوفيق للجميع هيا جماعة نكملوا خدمتنا رحوا لسؤال الأول ما وظيفة X10 X11 وإينيت ومنع البوابة C بنفهمها لازمنا نكبروا هذا التركيب ونشوف أول حاجة أعطانا هذه البوابة C وهذه البوابة C مربوطة بالمسح إذن هذه البوابة وظيفتها مسحة العددات وبما أنه عندي أكثر من طريقة المسح هي X10 وإينيت إذن هذه البوابة وش لازم تكون هذه البوابة لازم تكون بوابة O معناتها كي يعد عندك حاب تحكم في مدخل واحد بأكثر من طريقة أخدم بوابة O وبما أنه هذا المسح يمشي بالمستوى الأدنى البوابة O هذه لازم تكون منفية إذن نوع البوابة C هي بوابة نور أما X10 وش معناتها؟ لي جماعة لي ما يعرفونش معناتها X10 حتقراوها في المستقبل في المتام X10 صيفة وش معناتها مرحلة ابتدائية وواحد رقم الأشغلة إذن رقم الأحد هو رقم المرحلة ورقم العشرة هو رقم الأشغلة إذن X10 وش وظيفتها؟ وظيفتها مسح العدد عن طريق ترشيط مرحلة ابتدائية من أشغلة وواحد طريقة آلية كيف عرفتها مسح العدد لأنه مربوطة بالآن أما إي نيت عندها نفس الخدمة هي كذلك مسح العدد من طريق الإي نيت وش هي عبارة عن ذاقطة يتم مسح العدد طريقة يدوية بدأ دخل إنسا هذه بنسبة X10 وإي نيت أما هذه البوابة مربوطة بإشارة سعى وظيفتها إذن أو توقيف العدد وبما أن X11 تمشي بالواحد وش نقوله وظيفتها إذن بالعد إذن X11 وش معناتها؟ هي مرحلة أولى من أشغلة واحد إنها لتنشر X11 تمد أوتوريزاسي وبالعدد يبدأ يحسب هاي جماعة نبدأوا نجاوبوا على الأسئلة إذن X11 وش هي هي مرحلة أولى من أشغلة واحد وظيفتها إذن بالعدد لأنها مربوطة بإشارة السعى ورحوا X10 X10 هي مرحلة ابتدائية صفر من أشغلة واحد وبما أنه مربوطة بالمسح وظيفتها مسح العدد خارجيا بطريقة آلية كلما تنشر X10 تمشح العدد تلقائيا أما إنت وهي الضغطة وش وظيفتها؟ وظيفتها مسح العدد كذلك خارجيا لكن وش يزيد لها كلمة يدويا بتدخل الإنسان أما البوابة C هي بوابة نار رحوا باقي الأسئلة السؤال الثاني طلب مننا إكمال تصميم المنطقي لهذا العدد وفي هذه الحالة أعطانا زوج قلبات جمع عندنا استراتيجية لازمنا نتبعها خطوة بخطوة ما كمش أحتاج له حتى إشكالية الاستراتيجية وش تقول لك؟ أول حاجة كيمد لك القلبات لازم تحولهم إلى التبديل تحولهم إلى قلب T وش معنى تقولي كل قلب يعمل في حالة التبديل أو يقسم تواثه على إثنين والطريقة هذه أعطيتها لكم فيديو 33 إذا وش نديروه؟ نحاول قلب GK عن طريقة وضع رقم واحد في GF ووضع واحد في KF وإنهار يمد لك مصدر الجهد VCC أربطهم في زوج مصدر VCC وهي يعمل في حالة التبديل بنفس الطريقة نرى القلب جيبي بواحد منطقي وكابي بواحد منطقي هذه خطوة الأولى أما الخطوة الثانية لازم تعرفوا ما هو نمط العداد وانتم في السنة الثالثة في البكالوري ستقرأوا غير نمط لا تزاموني وما معنى تشارة تسعة تمدها القلب واحد وكروحوا المخطط الوظفي ما يمد إشارة تسعة عندي بوابة أن فيها مدخلين مدخل الأول H والمدخل الثاني X11 إذن هنا نصر بوابة مدخل الأول نكتبه H إشارة تسعة الرئيسية الخارجية وهنا نكتبه X11 والبوابة هذه مخرجتها نربطها بقلاب الأول فقط بس كهو عدد لا تزامن وما تنساوش أهم حاجة اكتبوا LSB وما معنى هذا القلاب يحسب البيت الأضع مع أنت يحسب البيت اللي يجاي في الأحا هكذا هذه بنسبة الخطوة الثانية الخطوة الثالثة لازم تسأل راحك السؤال العدد اللي هتخدمه أسكو عدد تصاعدي ولا تنازلي كما هنا راكم تلاحظه في التمريل ما قلت لك أسكو عدد تصاعدي ولا تنازلي نهار ليجيك إشكالية كما هذه أرسم مباشرة عدد تصاعدي لا لأنه في المصانع أغلبية العددات اللي نكلم بها هي عددات تصاعدي استعمالت عددات تنازلية قليلة جدا وكتهت أرسم عدد تنازلي والله يكتب لك هنا في المخاطط ووظيف عدد تنازلي والله كان فكرة واحدة أخرى نقدر نعرفها في الدورة ناقصة في الدورة كاملة ما نقدرش نعرفها اوكي إذن ما نوع العدد إذن عدد تصاعدي في هذه الحالة واش تفكرون تفكروا قاعدة اليدين واش تقولون في الحصة الماضية 33 إذا تشابه المخرج مع إشارة الساعة راح يكون عدد تنازلي إذا كان اختلاع عدد تصاعدي واش نحن طلب مننا عدد تصاعدي راح واشوفوا إشارة الساعة شوفوا إشارة الساعة جبهة نازلة معانتها جبهة منفية منفية عكسها معانتها مخرج غير منفية بها يكون تصاعدي إذن باش نربطوها إذن سيكا بي نربطوها بكي آ فقط بها يكون عدد تصاعدي هذه خطوة ثلاثة في الاستراتيجية وما تنسوش آخر قلة بنكتبه في أماس بي هو الوزن الأقوى يعني البيت اللي يجي في الأخير الخطوة الرابعة واشياء هي الترديد لازم تعرف ترديد العدد وتعرف أسكو دورة ناقصة ولا دورة كامنة بما أنه قال لي صمم عدد ترديده أربعة أربعة تنتمي إلى اثنين قوائن بسكو تسوي اثنين أس اثنين نحتاج لشق لابات في هذه الحالة لا نحتاج إلى بوابة شرق نهاية العدم ونحتاج لشق لتمسح لعدد في رقم معين خلوا عدد يحسب الماكسيمو ونتاو ترديده أربعة وآخر خطوة في الاستراتيجية اللازم ني نعرف طريقة المسح كما كم تلاحظوا هنا في طريقة المسح طالي احتمالين المسح إما عن طريق اكس عشرة أو اينيت فالحالة كيف نخدم روحوا المداخل إرغام بتاع تلير هي المسح واش نقلبهم نقلبهم كتلة واحدة ومن بعدها نرسم بوابة اللي هي بوابة سي لازم تكون بوابة أور به ندخل أكثر من طريقة المسح وعلى هذه الثلانة في باسكو لا لأنه ما داخل إرغام تمشي بالصفر منطقي بها تكون خدمة بها يعد البوابة تمشي تمسح بواحد منطقي لازم نزيده بوابة نطر والبوابة هذه لازم تكون منفية لأنه مدخل المسح الجامعي المربوطة به يمشي بالصفر منطقي منفي إذا هنا وش نكتبه نكتبه اينيت وهنا نكتبه اكس عشرة يعني هذه مكتبتاش من عندي تبعة الموثائقة الصانية هذه استراتيجية الخامسة من بعد هجمع عندي بروسات في المداخل إرغام بروسات ما نحتاجه في دورة كاملة سواء كان عدد تصعدي ولا تنازلي بشرط دورة كاملة كما هنا في عددات تصعودية كامل ما نحتاجه بروسات بروسات كتان نحتاجها نحتاجها كي يعد عندي عدد بدورة ناقصة تنازلي بأن نحن بالقيمة الابتداء أما العددات التصعدي لازم ندام كامل وبما أن بروسات تمشي بالمستوى الأدنى لو كان مدوها زيرو تنشط ولو كان ما نربطه وكأنني نشطها بصفر منطقة فهذه الحالة لازمني ديزاكتيفها بواحد منطقي ولا بالفي سي سي وهنا يكملت تجسيد عدد ترديده أربعة تصعدي دورة كاملة جماعة بعد ما كملت العدد هذا حبيت ندركم السيميلاسيو بها ندروا السيميلاسيو تاع هذا العدد وش لازمنا لازمنا نجيبه مفكك الترميز وش واضحة مفكك الترميز يحول نظام ثنائي بأربع أبيات إلى نظام إلى نظام عشري سبعة قيطة وش معناتها معناتها القلب لول LSB كي هو نربطه قبل هذه مفكك الترميز لازمه كذلك لا في شور والله وش نسميه مرقن سبعة قيطة كيف نربطه إذن كي أول LSB نربطها بال A وكي نربطها بال B أما C نخلوهم فارغين بسكولها مفكك الترميز اللي درجته في السنة الثانية وش هو ينتمي إلى عائلة تتيا تحبوا تربطهم 0V 0V ولا تحبوا تخلهم وبعدها وش نديروا A, B, C, D و F, G نربطهم بالمورقة بهذا الشكل جماعنا ما رسمتش المقاومة بها رسم واضح في الحقيقة المورقة لازم له لازم من A نديروا مقاومة مقاومة نربطها باللد A B نديروا مقاومة من مقاومة نربطها باللد B بهذا الشكل بعدها نديروا السيميلاس ونشوفوا شوفوا جماع العدد وش رهو رغف الرقم الصيف بعدها وين يروح كي جي جبها نازلة يولي واحد بعدها ثنين بعدها ثلاثة بعدها شوفوا تلقائيا يرجع الزير تلقائيا إذن وش هو العدد ترديد هو ربعة تصاعدي هو يحسب ربعة أرقام صيف واحد اثنين ثلاثة وأكبر رقم هو ثلاثة ركز معي مليح مع أنت ميا في شش رقم ربعة وبهن فهم مليح أجمع أوله يسموها دورة كاملة إذن صيف وش قابله يكون قلب لول زيرو وقلب الثاني ومبع بعدها عدد وين يروح يروح رقم واحد يمكن و reliability وكذلك 2 وش معنى هذه واحد وهذه صيف ومبعدها من رقم الثنين و PR يروح ثلاثة بنظام ش يكل 1 1 ومبعدها وي رجحت القائن ما تلاحظوا كانت قلبت أحصى كل احتمالات 0 1 0 1 واحد واحد وارجعوا الصفر تلقائين على هذو شو سميه دورة كاملة شو تكفى هنا رسم لي رسم لي دورة كاملة إذن عدات ردي دورة بعض دورة كاملة كان واحد ملاحظات لازم تركز عليها بس كو نحتاجوها في العددات دورة ناقصة إذن العدد دورة كاملة وش هو الرقم لي بدأ به شرق بداية العدد هو رقم صفر وش هو شرط نهاية العدد هو كذلك نفسه رقم صفر إذن شرط نهاية العدد هو صفر وأكبر رقم الذي يصل له العدد هو رقم ثلاثة يعني العددات بصفة عامة سواء تصعدي ولا تنازلي دورة كاملة دورة ناقصة أكبر رقم يوصل له العدد هو آن ناقص واحد كما كنت لعظة تعديدوا ربعة مئة شوال الرقم لي ظهروا لي هو رقم ثلاثة وذي نحتاجه بزاف جمعة في العددات تنازلي بها مراجيات ساعدكم بزاف أكبر رقم يصل له العدد دائما وأبدا هو آن ناقص واحد هذا بنسبة سؤال الرقم الثنين رحوا السؤال الرقم الثلاثة طلب مننا كتابة معادلة كلوك لكل قلابات والمعادلة الرأس جماعة نبدأ في المعادلة الرأس شفتوا هذا سيكلي هاي سينيالي هذا وشي هذي الكتلة وش نسميه كتلة المسهل وكن سأعيكم سؤال نقولكم أعطوني معادلة تحادي واش تقول يا أستاذ قول نقدر نجيبها من المخطط الوظيفي اللي هي يسوي اكس عشرة أو إنيت الكل من فيه ولا نجيبها من تركيب التاعي إذن إذن روميز آزيرو ماذا تسوي تسوي إنيت أو إكس عشرة وهنا كنا نفي إذن كل ما فيه أما إشارة ساعة سيكاة التاع القلاب الأول وش تسوي كما كم تلاحظوا هذا السينيال وش يسوي يسوي عاش في إكس حداش بسكو هذه بوابة أند ولا نقدر نجيبها مننا ممنى ما تطلش تتاضح بسكو لا كلوك أكتقدر تجيبها بساعة كلوك بي ما تطلش تعرفها في المخطط الوظيفي إذن سيكاة ماذا يسوي؟ يسوي إكس حداش في إشارة الساعة الرئيسية وأخيرا سيكاة بي اللي هي هذه سيكاة بي اللي هي تسنيها لهذه سيكاة بي ماذا تسوي؟ تسوي كي آ تاع المخرج القلاب الأول مع أنت إشارة الساعة جابها من مخرج القلاب الأول لذلك هذا العدد يسمي عداد لا تزام هذا بنسبة لسؤال رقم ثلاثة رحوا لسؤال رقم ربعة سؤال رقم ربعة أحصب قيمة التواتر FQB و FQA علما أن تواتر إشارة رئيسية FH يسوي ثمانية هرتز جماعة زيناء في الحصة الماضية وش قلتكم؟ القلاب كيعد في حالة التبديل وش يدير يقسم التواتر على إثنين يقسم تواتر إشارة الساعة رئيسية على إثنين كما هذه FH رئيسية كدخل القلاب هذا بما أنه يعمل في حالة التبديل إذن FQA ماذا تساوي؟ FQA تساوي FH رئيسية على ثنين هذه بنسبة للمخرج القلاب الأول وكما في ناس الوقت هذه FH على ثنين وإن تروح تولي ما تخلت على قلاب الثاني وبما أنه قلاب الثاني كذلك يعمل في حالة التبديل هذه FH على ثنين وش يزيد يزيد يقسمها على ثنين إذن FQB تواتر مخرج FQB ماذا يساوي؟ يساوي FH على ربعة ولا يساوي FQA على ثنين يعني هنا سؤال بسيط جداً قاد يقول لك أحسب تواتر قاد في ناس وقت يقول لك أحسب الدور إذن FQA ماذا تساوي؟ بما أنه القلاب في حالة التبديل وش يدير؟ الإشارة السعر الرئيسية FH يقسم على ثنين ويساوي ثمانية على ثنين ويساوي أربعة هيرتز هذا العثم من المخرج كي اه أما المخرج كي بيhow Liont FQB مع الثنين ولا يقسم FH على أربعة إذن جعور لوش يساوي تواتر إشارة السعر الرئيسية على أربعة واحد يساوي ثمانية على أربعة ويساوي FQB مع الثنين هيرتز هذا بالنسبة للسؤال آربعة بسيط جداً رحوا السؤال الرقم خمسة وهو اكمال مخطط الزمني كما كم تلاحظوا هذا المخطط اللي اعطاه لكم كان ملاحظة مهمة كيفاش فينا هقبله واللي هي جماعة لي موش فاهم مخططات الزمنية نتمنى ان نشاهد الحصة الرقم عشرين اللي هيكون محتوى تحت مارين خاصة بالقلابات وكان كذلك حصة مهمة جدا اللي هي حصة رقم ستة وعشرين اللي داركم فيها مخططات زمنية للسجلات بتعدد فرق ما بين مخططات زمنية للسجلات ومخططات زمنية للعدادات هيا جماعة نبدأ جماعة كي يعطيكم مخطط زمني اول حاجة اول حاجة خمم فيها شوف القلابات باش تعمل اسكوب جبهة نازلة ولا جبهة الصعيدة كما كم تلاحظوا القلابات باش تعمل جبهة نازلة ونشوف القلاب الاول القلاب الاول بس كو اللي مربوط باش اشارة السعب والعداد راهو لا تزام كما كم تلاحظوا موثلت دائرة معانتها جبهة نازلة معانت هذي اشارة السعى نخرجولها جبهات نازلة وش معانتها جبهة نازلة هي حالة انتقالية من واحد منطقي الى سفر منطقي معانتها كما هذه الجبهة الأولى، جبهة ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، ستسة، سبعة، ثامنة، تسعة، عشرة، إحدى، عشرة كما هذه ليست جبهة نازلة، هذه جبهة صاعدة إذا قل لا يمشي بجبهة نازلة، من بعدها يتعينوا جبهة نازلة لازم تديرونهم الإسقاط بهذا الشكل إسقاط على كل المخرج إلى غاية الجبهة الأخيرة، هذه أول حاجة تديرها يعني كما لاحظت عادة تنديما يمدوها يكون مواجدة في البكالوريا، من يتوقع قادر في البكالوريا ما يعطيها لك هذه أول حاجة ثانية، وش لازم نشوفه قبل ما نخدمه المخطط زمني، قبل ما نخدمه المخرج كي أو كي بي، لازم نشوفه مداخل إرغام كلير، اللي هي المس كما كنت لاحظوش كون يقوم بعملية المس إما عن طريق إنيت أو إكس عشرة، ما هو مدلكم هنا أعطيكم إنيت فقط إنيت هنا جماعة وأحد منطقي وش يجري والصفر منطقي وش الذي يجري الى ركز مع الجميل له، لو كانوا مدد هنا إنيت واحد منطقي، واحد منطقي أي عدد sayfer أو واحد يساوي واحد، نافع الواحد واشيوه صفر صفر وش يHaradhere topics ويمسح قلاب الأول ويمسح قلاب الثاني إذن هنا أينة تباشي ويمسح منطقي تمسح ونظر لها 0 أو 0 أو 0 أو 0. لا يمكن أن تكون واحد وواحد أين تحدث أول وكلية ثانية يكونوا خاملين ويحب يفهمهم يتفرج حصة القلابات إذا واش نقولون أنه تعمل بالواحد منطقي وصفر منطقي تكون خامل إذن في واحد منطقي نضير رمز Active وباقي جبهات هذا نضيرهم Disactive هنا عندي واحد منطقي كذلك إنيت تكون فعالة وتمسح القلابات من بعد شو نديرو بعد نخدم المجال تاع إنيت إذن إنيت هذا المجال بنفس الجي خاص بالإنيت تاع المسح مع أنت الكي أو كي بي نخدمهم ونمغمض عينية بس كون يكونوا في حالة الإرغام على سفغلها في حالة المسح وكذلك جبهتين هذو ومن بعدها وش نرسم بلون المختلف أزرق إذن كي آ يسوي صفر وكي بي يسوي صفر بسبب تنشيط المسح إنيت وهذه كذلك تسوي صفر وهذه تسوي صفر إذن وش معناتها خدمنا إشارة جبهة نازلة بعد جبهة نازلة ركزنا على المسح أولا بعد ما كملنا المسح روحوا إشارة ساعة إكس 11 اللي يتمدلي إذن بالعد كما كم تلاحظوا إكس 11 وظيفتها إذن بالعد وكما كم تلاحظوا هذه شوية اللي بقاتلي إكس 11 تسوي الصفر صفر في إشارة الساعة تسوي الصفر معنا أنت العداد ما يحسبش وكتعد نكاش إشارة الساعة القلبات يكونوا في حالة الذاكرة مع أنت كي أو شي دي يحتفظ بالصفر وكي بي يحتفظ بالصفر هنا مستحيل يبدأ العد وقته يبدأ العد نهار الإكس 11 واللي تساوي 11 كما كم تلاحظوا شتو هذا المجال اللي بقالي هذا المجال اللي نخدم فيه كي آ وكي بي إذن قبل نخدم هذا كي آ وكي بي يجمع لازمين نروحي سؤال وشي هو السؤال هذا أسكو هذا المخاطط زمني أسكو هنحن نخدمو العدادات والله سنخدمو السجلات بس كل العدادات السجلات ماشي نفس الخدمة إذن بما أنه ندرس في العدادات إذن هذا المخاطط زمني هنحن نخدمو العدادات إذن هنا بجمتاحة في الجهة اليسرى أكتب كلمة التبديل كلمة التبديل هذي ستعاونك بالزهر وما تغلطش صحيح وش معندها كلمة التبديل؟ معناتها القلب الأول باش يتأثر يتأثر بجبهة نازلة كل ما تجيه جبهة نازلة المخرج يتغير تلقائيا كما هنحن شوفوا معي إذن إذا نقلب أو يتأثر بالجبهة النازلة وبتع إشارة الساعة الخارجية إذن وش يكون؟ يكون 0-0-0 كيوصل نقطة هذي جبهة نازلة وش يحصل ويتبدل؟ كان 0 يتبدل وواحد ويبقى ذاكرة الجبهة الثالثة جبهة الثالثة وش يحصل وزيد يتبدل 0 ويبقى بهذا الشكل إلى غاية المسح كما كنت لاحظوا جبهة تبديل جبهة تبديل جبهة تبديل جبهة تبديل جبهة تبديل بعدها نخدم كيبي جماعة نخدم كيبي ماذا كل يتخ erhöصل من كيبي لكي يضع يكون إضغط حالي كيبي من جبهة نازلة كي ك transactions كما نقلب كيبي من غاية المنbst I يتابع بكي لحم تبديل J كي أ عن طريق تبديل جبهة النازلة حيث نتوقع جبهة نازلة كي سأترضح ل operators جبهة نازلة كي سأترض كيبيون ونبدأ كيبي يجمعها، شوفوا ما يفعلون سيفا 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 كي يتوصل جبهة نازلة تاكي اه اللي يقدرها بلون الأخضاء تتبدل حذير يدرها تبدل هنا بس كيبي يتعلق بكي اه وعدد راو لا تزم بعدها شو يولي يولي واحد ويبقى احتفاظ واحد وواحد كي يجي جبهة ثانية جبها النازلة الثانية تعقل لكيبي يتبدل زيرو ويبقى سيفا 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 كي يجي جبها ثلاثة يولي واحد وبعدها يبقى واحد واحد كي يجي جبها رابعة يولي زيرو وبعدها هنا سيفا سيفا هنا مجال تاع المسر هذا هو المخطط الزماني وتحكي تحبو تبينه بلا راكم فاهمين نديروا الأرقام الثنائية ها نديروا أرقام الثنائية أجمعها بنشوفوا شيدير هذا العداد اللي كما شفنا فلافشور اللي يحسب صيفا واحد اثنين ثلاثة انت اكتب اسكو صح يحسب صيفا واحد اثنين ثلاثة ولا لحب نحن ن VOICE 2 نبدأ منت Belself Alone بلداء منتقى منتقى منتقى. هنا ها نفس المستوي منتقى إنه الوحيد ثيke إصغرار لذي تعود له الزوان وعليبه وسيقوم بإ excellent service ation رحوا إلى الثاني llegar 1 هو الأحد ثم نعود هذا العشي كفاء بنظام عشاري 1 الرقم الثالث اسه هي الاحد صفر والعشره هو 2 الاكداك تلاحظ والسابات تالي اللي هو اثنان المحには ثلاثة prim전에 جbeitق في رقم السابق لماذا؟ لأن القلابات أحصت كل الإحتمالات وكي توصل الإحتمال آخر تلقائياً العداد يتمسح وحده هذا بالنسبة المخططة زمني لعداد ترديده أربعة تصعود دورة كاملة إن شاء الله كامل فهمته ولما فهمش جماعة كما قلتكم تفرجوا الحصص الإسعافية لا يتتواجدكم فلان بين أنصابك رحوا تمارينة رقم 2 بنسبة تمارينة رقم 2 فيه خمس أسئلة سؤال الأول موظيفة X20X23 والبوبة A سؤال الثنين أكمل تصميم المنطقي لهذا العداد وسؤال ثلث أكتب معادلة CKA ومعادلة هراز وسؤال رابع أحسب قيمة الدورة TKA وTKB وTKC وآخر السؤال اللي هو أكمل مخططة زمني جماعة زيناء وقفوا الفيديو وحاولوا في هذا التمرين وبإذن الله راحين توصلوا الإجابة النموذجية هيا جماعة زيناء نبدأوا في حل التمرين رقم 2 سؤال الأول طلب مننا وظيفة X20X23 وما نوعد بوبة A نكبروا التركيب ونشرحوا بالتفصيل إذن هذه X20 مربوطة بالمسحة إذن X20 ما هي؟ هي صفر مع أنتها مرحلة ابتدائية أثنين مع أنتها رقم الأشغلة إذن X20 هي مرحلة ابتدائية من أشغلة أثنين وبما أنه مربوطة بالمسحة وإش مع أنتها وظيفتها مسحة العداد آلية وهنا البوابة أجمعة هي بوابة نوت لماذا لازم ديروا بوابة نوت؟ المراحل من المتمن مرة جاية تدرسها إن شاء الله في المتامن أي مرحلة كي تنشط في المتمن تنشط بواحد منطقي تخيلوا لو كان من ديرش البوابة واحد منطقي ما يقدش يمسح العداد ل縮م العداد كي يمشي تمسح فالصفر منطقي بسهنا نخلو X20 تمسح العداد بواحد منطقي نزيدو لها بوابة نوت كي نضيدو بوابة نوت شوالي X20 يتمui له واحد منطقي واحد منطقي واحد منطقي وش يصالو جماعة سيتمسح ج רוצffer جزيره زيره وش يدير ياكتيفي لرأس وهنا تمسح القلابات تمسح العداد فسafis steel سواء العوت وضيفتها الإذن وبما أن مدخل ثاني X23 هي مرحلة ثالثة من أشغول الثنين وضيفتها إذن بألعد نرجع ونكتبه إذن X23 هي مرحلة ثالثة من أشغول الثنين وضيفتها إذن بألعد X20 هي مرحلة ابتدائية من أشغول الثنين وضيفتها مسح العداد خارجيا آليا وراني ديما نقول خارجيا مرة جاء في العدادات الدورة ناقصة نلاحظوا باللي كين مسح أخي سمو مسح داخلي ولا مسح ذاتي البوابة A هي بوابة نوت لجعل مرحلة X20 تمسح العداد بصفر منطق واش معانتها X20 كنت ننشط تبدو واحد منطق نتمفي واحد ولي زيرو وزيرو يقول يمسح القلبة أو يمسح العداد بالنسبة للسؤال الثاني طلب مننا إكمال تصميم منطقي لهذا العداد وكما كم تلاحظوا هنا أعطى لي ثلث قلبات وأعطى لي مصدر جهد VCC بها نصمو عداد في هذه الحالة وما أعطى ليش اسكو تنازلي ولا تصاعد هنا وش هيقصد كي ما أعطيك الشرس سؤال نخدم مباشرة عداد تصاعد بها نخدم هذا العداد نتبع الاستراتيجية اللي فيها خمس خطوات الخطوة الأولى يجب جعل القلبات تعمل في حالة التبديل ولا تحولها إلى قلبة T وش لازم نديرو؟ وبما أنه أعطى لي مصدر الجهد في هذه الحالة ما نكتبوش واحد وحد منطقي في هذه الحالة وش نديرو؟ نربطه كج أ تعقلب الأول كأ تعقلب الأول بVCC بنفس الطريقة نربطه مدخلي تعقلب الثاني بالVCC بنفس الطريقة نربطه مدخلي قلب الثالث بالVCC وهنا حولتهم في حالة تبديل ولو يشبه القلبة T الخطوة الثانية نشوفه النمط ونحن النمط في السنة الثالثة ديما نقرأ العداد لا تزامني معانتها إشارة الساعة تربطها بالقلب الأول فقط ولي يحسب لك الأحد وكما كنت لاحظوش كون يمد إشارة الساعة كينا بوابا أنت فيها مدخلين مدخل الأول مربط إشارة الساعة خارجية H ومدخل الثاني مربط بX 23 إذن في هذه الحالة نرش مبوابا أنت مدخل الأول نكتبو H ومدخل الثاني نكتبو X 23 والمخرج بوابا نربطه بالقلب الأول وأهم حاجة نكتبو هذي ألاس بيه معناة هذا القلب اللي وكيئة هو يحسب الرقم الأحد ثالث حاجة ركز عليها اللي هو النوع نشوفه هل هو عدد تصاعدي ولا تنازلي إحنا وش راح نديره هنا يا راح نخدم عدد تصاعدي في هذه الحالة نتبع قاعدة اليدين التشابه بين المخرج وإشارة الساعة يولد عدد تنازلي والاختلاف يولد عدد تصاعدي وأنا وش راح نحب نخدم عدد تصاعدي معناتها وش معناتها؟ معنات هذه إشارة الساعة هي إشارة جبهة نازلة ونقولنا عليها منفية عكس النفي وش هيوها غير منفي معناتها بايش نربطوها؟ نربطوها بالمخرج غير منفي وبنفس الطريقة نربطو CKC بالكيبي غير منفي هنا يخدمت عدد تصاعدي وما تنسوش آخر قلب نكتبه أماس بالوزن الأقوى الخطوة الرابعة لازم نشوف ترديد نشوف أهل هو دورة ناقصة أو دورة كاملة كما كنت لاحظوا عدد ترديده 8 8 ينتمي 2 قوى أن بسكو 8 ماذا يساوي؟ يساوي 2 أو 3 وبما أنه 3 نحتاج تتقلبات في هذه الحالة لا نحتاج بوابة شرق نهاية العدد ولا نتخلصهم رقم معين إذا العدد تلقائيا يحسب من صفة 7 كي أصبح 7 يرجع تلقائيا إلى صفة وآخر خطوة ما هي المسحة؟ نعرف المسح يجب أن نذهب إلى المخطط الوظيفي الوثائق الصانية لكن تلاحظوا أن يقوم بعملية المسحة وهي X20 في هذه الحالة ما نقلبه هذا؟ Clear A, Clear B, Clear C نقلبهم كتلة واحدة وبعدها ما نرسمه بوابة نوت نجعله X20 تمسح العدد بواحد منطقي وبعدها ما نكتبه؟ نكتبه X20 وبعدها آخر نجمعه المداخل AirGam Procet وما نحتاجهم في العددات التصعودية وبما أنه ينشطوا بالمستوى الأدنى ونجعلهم فارغين سيكونوا ناشطين ويؤثروا على التركيب ويكونوا عدد ثابت على رقم واحد واحد وواحد يجب أن ندلهم VCC بها ننضيفهم في كل حالة وآخر حاجة نديره هنا نديره السيميلاسي ونرى العدد هذا نديره نديره نستمتدر إلى المفاكك الترميز نديره نديره نضيفه 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 بالمنطقة على المخصص الثامن يضيف المخصص نضيفه والمخصص ويجب أن نجعلها فرغة أو نضعها بجاني لو كان جاء عندي قلبة رابع نضعها بكيدي لو كان جاء عندي خمس قلبات هذا المفاكك ترميز ما يصل عش بعدها جماعوش نديرو نديرو السيميلاسيو شوفوكها يعد سفر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مجرد يوصل سبعة يرجعت القائل إلى زيرو إذن هذا العدد ترديدو ثمانية لماذا ثمانية؟ أي يعد ثمانية أرقام من واحد سبعة سبعة أرقام وكين زيدوا لهذا السيفة بتصبح ثم سبعة أرقام إذن لو كان بنجو نرسمون الدورة نشوفوا اسكوا صح دورة كاملة ولا لا لا فرغم الصفرة وقلبه ثلاثة يكونوا أصفر بعدها رقم الثاني وشي هو واحد ما عنده هي صفة تسييي kernوين بعدها جاء رقم الثنين بنظام تسيي ني رجل semin toen giorn بعدها Shannon الذي يتزوج مجرد يبغي الثانم O وоне ثم يجي سبعة اللي واحد واحد واحد. من بعدها كين نوصلوا إلى رقم سبعة العدد يرجع تلقائي الى الصفر. ونشاكم تلاحظوا قلابة كامل عدوا كل احتمالات. وعلى ما كن كن خرجوا الاحتمالات. الاحتمالات تسوي ثنين أسع عدد القلابة بمعنى توي يسوي ثم احتمالات بدون تكرار. إذا مشاكم تلاحظوا هذا العدد دورة كاملة ورجع الصفر تلقائيا. على هذي سمية وثمانية عدد دورة كاملة. إذا الرقم اللي يبدأ به شرط بداية العدد. بدا برقم الصيفة كما شفنا معها. وشرط نهاية العدد تكمل كذلك بصفر. معناتها العدد دورة كاملة يبدأ بصفر وتلقائيا ينتهي بصفر. هذا دورة كاملة. واكبر رقم ما يوصل له اللي هو رقم سبعة. إذا اي عدد يوصل الى رقم آن ناقص واحد. بما انه تردد ثمانية معانتها رقم اللي يافيشيه الله في شير هو آن ناقص واحد. معانتها ثمانية ناقص واحد تسوي سبعة. ورحوا السؤال الرقم ثلاثة طلبة من كتابة معادلة كلوك لكل قلابة ومعادلة راز بنفس الطريقة. إذا عدد cureственة ازرام كل جديد السبعة مربعة yeah and A1P1P2P2 solo بوابة مات. ولو نستطيع إضافها انتنا ليد Epixana walked. إذنimportance here and A0P1P3SX20��.aa. أما معادلة المقاطية سيكا بي هذا السينال يقوم بإشارة الساعة الخارجية في X23 ونرى خرجها منها إذا يقوم بإشارة X23 سيكا بي مربوط بالكي أ هو مدل إشارة الساعة إذا سيكا بي يقوم بكي أ وآخر مدل إشارة ساعة يقوم بإشارة الساعة إذا سيكا بي هذا بالنسبة للسؤال الرقم 3 ونرى السؤال الرقم 4 طلب مننا حساب الأدوار تيكي A و تيكي بي و تيكي سي هذا يجمع بنفس الطريقة على فريقونس على فريقونس ويقوم بإشارة المقالب ركزوا معي مليحة القلب الأول يقسم الخارجية على ثنين وقلب الثاني يقسم على ثنين نقطع التطبيق أو فريقونة أو فريقونة أو فريق و تدخل ثاني ما هو التñana تقيقه فه على ثمانية نبدأ سأكتبه فهي تجد فهولة 2 بحث ركوانس قد انه هي 1 رجل 1 على 2 يحسب 7.5 رجل لا تريد سؤال تقيقه ثم يجب من العلاج فهي تقيقه فهي تقيقه فهي تعالى ما هي تقيقه فهي تقيقه فهي تقيقه فهي تقيقه لهذا العلاج يحسبت 1 على 7.5 الله العلاج تحسبوها تجدوها يساوي اثنين ثانية صحيح رحو نزيد ونحسبو الدور الثاني بقى نحسبو الدور هذا لازم نخرجوه لفريقونس تعوه وبعدها نديرو لها المقلوب انتاح وبعد نعطيكم طريقة بسيطة اسهل من هكذا اذا اف كي بي وش يساوي يساوي لفريقونس اه تواتر ايشات الساعة الخارجي على ربعة واحد على ربعة يساوي 7.25 هرسل بعد ما جبت اف كي بي وش نخرجوه خارجوه الدور دور هو المقلوب انتاح اذا الدور تي كي بي وش يساوي يساوي واحد على اف كي بي ويساوي واحد على صفة 25 اذا دور تي وش يساوي يساوي 4 ثانية يساوي واخر حاجة ليوتو نحسبو الدور تي كي سي لازم نحسبو لفريقونس اف كي بي اذا اف كي بي يساوي التواتر الساعة الخارجية على ثمنية واحد على ثمنية يساوي 6.25 بعدها نخرج تي كي سي تي كي سي تساوي مقلوب اف كي اف كي سي وتساوي واحد على صفة مية خمسة عشرين كي نحسبها هنا وش نلقوها نلقوها ثم ثوان وش هي الحاجة المميزة اللي لكم لاحظتها جماعة لاحظتوا أنهم القلبات في حالة تبديل يقسموا تواتر على اثنين وفي ناس الوقت يقوموا يقوموا بالضرب للدور في اثنين كما هنا اشارة داخلية плоغيرت قد اعطي ثانيا مهلا بالثالث مجرسة اخرى كما نقول في العدد الغبات يقسم تواتر على اثنين ويضرب التنform في اثنين المميزة الغبال تغييرت دور الدور في اثنين القلب الثاني الدور ما ضربه في اثنين زال ضربه في اثنين واللي ربعة تياش وقلب الأخير المدخل تاعه ربعة تياش يضربه في اثنين يقلبه ثمانية تياش هذا بنسبة لسؤال رقم ربعة رحوا للسؤال الأخير وهو إكمال مخطط زمني بنفس الطريقة جمع الزنا واش لازم نديره؟ أول حاجة لازم نشوف المخطط كما كم تلاحظوا بعدها واش نشوفه؟ نشوفه القلب الأول باش يتأثر هل يتأثر بالجبهة صاعدة أم جبهة نازلة كما كنت لاحظوا يتأثر بجبهة نازلة واش لازم نعين جبهات نازلة اللي هي حالة انتقالية من مستوى الأعلى إلى مستوى الأدنى جبهة الأولى الثانية ثالثة رابعة خمسة ساتسة سابعة ثمانية تاسعة عاشرة حادي عشر وبعدها بعد ما خرج جبهة نزيل نديرهم إسقاط على كل مخارج بهذا الشكل صحيتوا بعد ما كمنا الإسقاط ونروحوا روحوا الأولوية الأولى ندرسوا المسح مداخل إرغام كما كم تلاحظوا مداخل إرغام باش تمشي بإكس عشرين وبما أنه كنا بوابة نوت إذا كانت إكس عشرين تساوي واحد واحد نفي تاع الصفر تولي ناشطة ويتمسحوا القلبات إذا كانت إكس عشرين يساوي الصفر نفي الصفر شي يساوي واحد ومداخل إرغام يشوف زير وعطيتهم واحد منطق يكونوا خاملي إذا ما نقولوا في هذه الحالة نقولوا إكس عشرين كتعد واحد منطقي تمسح العداد تمسح القلبات كتعد الصفر منطقي تكون خاملة بهذا الشكل عند ذات إكس 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 وهنا تساوي واحد منطقي مع أنت هنا واش راهي ناشطة بعد ما عرفنا إكس عشرين باش تنشط نديروا لها التظليل مع أنت هذا المجال بنفسجي للمسح والمجال الثاني للمسح وبعدها بستيلوا هذه الناشطة منهم ونمغمض عينية كامل في ثلاثة يساوي أصفر لماذا؟ لأنه إكس عشرين راهي ناشطة تمسح في القلبات بنفس الطريقة نكمل هذو ثلاثة يبقى بعد ما كملت المسح مداخل إرغام كلير أولوية ثانية لما نروحه نروحه لإشارة الساعة كما كنت لاحظوا إشارة الساعة يكون اللي يتمد أوتوريزاسيو اللي هي إكس ثلاثة عشرين إذا كانت إكس ثلاثة عشرين تساوي الصفر في إشارة الساعة يساوي الصفر ما عندها القلبات ما يمشيوش إذا كانت إكس ثلاثة عشر تساوي واحد واحد في إشارة الساعة يساوي إشارة الساعة هنا العدد يبدأ يحسب كماgroup تلاحظوا هذا المجال الصغير يمشيوما لأزرق إكس ثلاثة عشر يساوي الصفر الصيفر في إشارة الساعة الصفر معانتها قلبات في حالة ذاكرة وما يحسبوش معانتها هذا يكون زيرو 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 بعدها هذا المجال اللي يبقى ليجمعها هو اللي نرصم فيه نرصم فيه المخرج كيءة و كي بي أو كيسي بنفس الطريقة قبل ما نرسم المخاطط الزمني ديما لازم نسأل رحيل لما نحن نخدم مخاطط زمني هل مخاطط زمني للعدادات أو السجلات أنا وش راح نخدم راح نخدم العدادات على هادوش نكتب الجهة اليسرى نكتب التبديل لو كان جاء مخاطط زمني للسجلات نكتب الجهة اليسرى ما نكتبش تبديل نكتب التقليد واللي حبي يفهم السجلات يتفرج الحصة رقم 26 بعد ما عرفت التبديل أجماعة وش ندير رحوا وشوفوا قلة بالأول قلة بالأول شكون يمد له إشارة الساعة يمد له إشارة الساعة الخارجية وباش يتأثر بالجبهة النازلة إذا وش يكون هنا يكون صفر جاء جبهة نازلة واحد يتبدل يبقى في حالة التبديل كل ما جي جبهة نازلة من إشارة الخارجية ليبلو الأحمر يتبدل ويبقى بهذا الشكل إلى غاية إلى غاية آخر جبهة وكي وصل هنا ستوب هنا لا يتوقف لأنه مداخل الإرغام راهي ناشطة حالة المس بعدما كملت كي أ رحوا نخرجوا كي بي كي بي جمع نركزوا من لحل كي بي شكون يمد له إشارة الساعة اللي هو كي أ باش يتأثر يتأثر بالجبهة النازلة إذا كي بي باش يتأثر يتأثر بالكي أ بالجبهة النازلة مع أنها نرسم جبهات نازلة تع إشارة كي أ إذا هذه جبهة النازلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وبعدها كي بي وش يو نرسمه هنا يساوي 0-0-0 كي جي جبهة نازلة تع كي أ حذاري مش يجبها نازلة تع تع الإشارة الساعة الخارجة ويتأثر بالكي أ بالجبهة النازلة كي وصلته جبهة النازلة بلون الأخذة يتبدل واحد ويبقى احتفاظ جد جبهة ثانية يتبدل 0 ويبقى يتبدل إلى غاية نهاية إلى غاية المسحنية من بعدها روحوا الكي سي شوفوا الكي سي شكون يمد له إشارة ساعة يمدها له كي بي وباش يتأثر مثلت ضائرة معانتها جبهة نازلة معانتها ناصرم جبهة نازلة جبهة نازلة معانتها هي اللحظة الانتقالية من مستوى الألم مستوى الأدنى عندي جبهة عندي زوج إذن كي سيوش يساوي سيفا 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 يوصل النقطة هذه جاتوا جبهة نازلة من مخرج كي بي يتبدل يولي واحد ويبقى احتفاظ احتفاظ حتى نجبهة ثانية تع كي بي يعاود يتبدل مستوى الأدنى صفر مستوى أعلى صفر صفر بنسبة القلب الثاني صفر 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 واحد واحد لازم نرقمه على الحساب جبهة رئيسية عشارة سع هذه صفر صفر هذه واحد واحد هذه صفر والقلب الأخير صفر 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 واحد 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 صفر بعدها جمعا كما تلاحظوا هنا الأبيئت لونتهم لكم اللي لونتوا بلون الأحمر هو الـ LSB اللي لو أنتم باللون الأزرق الرقم اللي يجي بعد الأحد هو العشرات وللو أنتم بالأخضر الرقم اللي يجي في المئات بها ما نعكسوش ما بينتهم إذن إذن صيفر 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 بنظام عشري قابل 0 1 0 0 بنظام عشري قابل 1 صيفر 1 صيفر بنظام عشري قابل 2 1 1 0 واشي قابل 3 جما أنتم حاولوا ما كتبتهم لكمش هنا أعذروني صيفر صيفر 1 اللي هو 100 بنظام 2 واشي يساوي ربعة 1 0 1 كنت حاولوا من نظام عشري تساوي 5 صيفر صيفر 1 1 يساوي 6 بنظام عشري 1 1 كنت حاولوا من نظام عشري نلقوا 7 ومن بعد أن تلاحظوا العداد تلقائيا يرجع إلى 0 تلقائيا يعود إلى الصيفر نروح للتمرينة رقم الثلاثة في التمرينة رقم الثلاثة أعطال لي ربع أسئلة سؤال الأول مواظفة X44 وإينيت وX111 وX41 ومنع وعبوابا سؤال الثنين أكمل تصميم منطق لهذا العداد سؤال ثلاثة أكتب معادلة وسؤال آخر أكمل مخطط زمني وكم ما كنت لاحظوا هنا يعطاني مخطط وظفي واشي يكتب لي عداد تنازلي وفي المخطط الزمني اللي يعطاه لكم اللي هو هذا جماعة زينا ووقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين وبإذن الله راح ينتوصلوا إلى حل صحيح بالتوفيق للجمع هيا جماعة نحلوا هذا التمرين ونبدأ في سؤال رقم واحد موظيفة X44 E-Net X101 X40 والبوابة C أسئلة أصبحت معتادة وحكيت عليها بزاف نكبر المخطط الوظيفي ونبدأ ونشرحها فيهم بالتفصيل كما كنت لاحظوا عندي بوابة C فيها ثلاث مداخل وهذه البوابة السيباش مربوطة بربوطة بالمسحة إذن جدا عندي طريقة المسحة عندي ثلث طرق وش هي البوابة اللي تخليني نتحكم في حاجة بأكثر من حاجة هذه البوابة دي ما هي بوابة OR إذن هنا نقدر نتحكم في المسحة مدخل واحد عن طريق ثلث طرق شكول يتخليني نستخدمها اللي هي بوابة OR وبما أن بوابة OR مربوطة بالمسحة والمسحة يمشي بزيرو هذه البوابة حتماً لازم تكون منفية مع أنت البوابة هذي سيوشت هي بوابة 0 بثلاثة مداخل رحوا الـ X40 X40 هي مرحلة ابتدائية صفر رقم الأشغولة ربعة من الأشغولة ربعة وظيفتها مسح العداد خارجياً X101 اللي رح تعرفها مرة جيه إن شاء الله في المتمن قيادة والتهيئة X101 1 هي مرحلة رقم 1 وعشرة وش مع أنتها يرمزوه المتمن قيادة وفي المستقبل إن شاء الله مي لكم وظيفتها بما أنه X101 مربوطة بالمسح إذن وظيفتها مسح العداد وآخر حاجة إنت لحكين عليها بزاف إنت شو وظيفتها مسح العداد مي طريقة خارجية وطريقة كفية تختلف على X40 و X101 طريقة يدوية بتدخل إنسان البوابة AND وظيفتها إذن وبما أنه تركيب العد وظيفتها إذن بالعد إذن X44 هي مرحلة رابعة من أشغولة رابعة وظيفتها إذن بالعد هاي أجمعنا نكتبه إذن X44 هي مرحلة رابعة من أشغولة رابعة وظيفتها إذن بالعد X40 هي مرحلة ابتدائية صفر من أشغولة رابعة وظيفتها مسح العداد خارجيا بطريقة آلية X101 هي مرحلة واحد من متمن قيادة والتهيئة وظيفتها مسح العداد خارجيا والله نسميها مرحلة واحد من متمن قيادة والتهيئة وظيفتها مسح العداد وآخر حاجة اللي هي إينيت إينيت وش هي عبارة عن ضغطة متحكم فيها بطريقة يدوية وش وظيفتها مسح العداد خارجيا يدويا بتدخل الإنسان والبوابة C بما أنه عندي مدخل المسح مدخل واحد وعندي أكثر من طريقة المسح شكون يحل المشكل اللي هي بوابة أور وبما أنه بوابة أور مربوطة بالمسح والمسح يمشي بزير ولازم هذه البوابة تكون تبعه تبع الحالة أو تكون منفية إذن البوابة C هي بوابة نور بثلاث مداخل وظيفتها مسح العداد بأكثر من طريق هذا بنسبة سؤال رقم واحد بنسبة سؤال رقم ثنين إكمال تصميم المنطقي لهذا العداد في هذه الحالة عداد تردد ربعة لازم ليسوش قلبات ثنين تسوي ثنين أس ثنين الأس ثنين معناتها يوجد قلبين بها نصموه هذا العداد بها نخدمه هذه نتبعه استراتيجية اللي فيها خمس خطوات خطوة أولى تبديل معناتها قلب جي كانحوله التبديل مدده كامل واحد منطقي واحد منطقي واحد منطقي لما كان يعطى لي هنا VCC من المستحسن نربطههم بال VCC ثاني حاجة النمط وشهو العدد اللي نخدمه اسكو متزامن ولا لا متزامن العدد اللي نخدمه في البكالوري اللي لا تأتزامني معناتها القلب الأول هو الوحيد لنربطه بإشارة الساعات الخارجية وكما كم تلاحظوا إشارة خارجية فيها بوابة أند فيها مدخلين إذا هنا ناشموا بوبا أند، مدخل أولا نسميه آش، مدخل ثاني إكس الاربعة وربعي، ومخرجتها البوبا نربطها بقلة بالأول، وهذا نسميه ألاس بي معنتها، هذا القلة بيعد الوزن الأضافي، يعد البيت الأحاد، من بعدها النوع هل هو عدد تصاعد أو تنازلي؟ هنا وش طلب مني؟ في المخطط الواضحي يش كتب لي عداد تنازلي، لازمنا اليوم وش نخدمه عداد تنازلي؟ كيف نخدم عداد تنازلي؟ نشوفه طريقة اليدين، الأختلاف يولد عداد تصاعد، التشابه يول عداد تنازلي، أنا حاب نخدم عداد تنازلي، وش معناتها تشابه؟ معناتها هذه الجبهة النازلة، هي نسميها جبهة منفية، لازمنا نربطها بمخرج يكون شابهة، لازم يكون مخرج منفي، يكون منفي كيفا، إذا باش نربطها؟ نربطها بك أضار جبهة منفية مع مخرج منفي، نفي معنا نفي تشابه ويولد عداد تنازلي، من بعدها نكتب القلة بالآخر، نكتب عليه أماس دي، الخطوة الرابعة، ما هو الترديد هذا العدد؟ هل هو دورة كاملة أم دورة ناقص؟ إذاً ربعة تنتمي إلى 2 قوة N بسكو تسوي 2 أس 2 معناتها لا يحتاجون شرط نهاية العدد ولا بوابة شرط الشحن في العداد التنازل إذن آخر حاجة وشي هي اللي هي المسحة كما كنت لاحظوا طريقة المسح كان ثلث طرق وهذه البوابة سيعرف أنها اللي هي بوابة نور إذن وش ندير في هذه الحالة؟ إذن كلير تعقل لاب الأول وكلير تعقل لاب الثاني نقلبهم كتلة واحدة هذي ديما نقلبها كتلة واحدة ومن بعدها وش نرسموه؟ بثلاث مداخل مدخل الأول إي نيت مدخل ثاني إكس 101 ومدخل ثالث إكسة 40 ومن بعدها المداخل الإرغام هذه المتابقية ببروستات في العدد التنازل يدورها كاملة ركزهم عاملها دورها كاملة ما نحتاج لهم شنديزاكتيفيهم وكما نحتاج لهم هذا في العدد التنازل يقعد بدورها ناقصة يحتاج قيمة الشحن الابتدائي مادم أنه دورة كاملة ما نحتاج لش مداخل إرغام ببروستات من بعدها نحن نفعل السيميلاسيو نشوفوا خدماتي عن صحيحة أو لا لا وش لازم لي مفاكك ترميز بسبع قطع ولازم لي لافيشور أول حاجة هذا هو الـ LSB كأهو يتربط بالـ A هو الـ LSB كيبي يتربط بالـ B والسي و الدين خلوهم فارغين ولا نربطهم بشيين ومن بعدها مفاكك ترميز نجيبوا له سبع مقاومات ومن سبع مقاومات نربطوه بالمورقين سبع قطع بهذا الشكل هذا مجرد مخطط ووظفي مبسط من بعدها نفعل السيميلاسيو وشوفوا معي من صفة وين يروح العداد راح 3 أكبر رقم من بعدها 2 من بعدها 1 من بعدها 0 وش هو النوع للعداد هذا؟ عداد تانى زولي وبهنت أكدوا أسكن دورة كاملة أو لا لا الرقم الأول هو 0 وش معنى تقلب هذا يكون 0 0 بالنظام ثنائي من بعدها وين نقفز العداد قفز الرقم 3 شوفنا ثلاثة وش يصيب بالنظام ثنائي يصيب 1 و1 معنى هذا القلب يدي 1 وهذا يدي 1 ومن بعدها وين راحها؟ رقم الثنين بنظام ثنائي 0 و1 وش معنى تقلب هذا الصفر وهذا الده 1 ومن بعدها من ثنين وين راح العداد راح الواحد وش معنى تقلب 1 ومن بعدها قلب الأحد هذا الاسب ده 1 هذا الزيرو وبعدها يرجع إلى الصفر وش لكم تلاحظوا تلاحظوا باللي قلبين أحصوا كل احتمالات احتمال ما خلوه وداروا دورة كاملة على هذي يسميه عداد تانى زولي ترديده أربعة دورة كاملة بدأ برقم الصفر إذن شرط بداية الصفر وباش كمل لو كانت تبعوا الأسهم عاود أرجاع الصفر تلقائيا وأي عدد يبدأ بصفر ويخلاص بصفر تلقائيا يسميه عدد دورة كاملة وأكبر رقم جمع لعدد دولي لعدد ترديده أربعة هو رقم الثلاثة على هذي كتكم هذا الرقم نحتاجه بزي أكبر عدد يوصل له عدد سواء انتصاع ودورة كاملة دورة ناقصة وشي هو هو ثالثة كتابة معادلة تلميقاتية لكل قلابات والمعادلة روميز A0 إذن روميز A0 كما كنتشوف هذا السينيالي بلون الأصفر هذا هو المدخل المسح الجماعي ومش يساوي عندي ثثمة داخل ومبيناتهم بوبانور إذن وش يساوي راز والله نجيبه من المخطط الوظيفة يساوي اينيت أو اكس 101 أو اكس 40 الكل من في بهذا الشكل اكس 40 زائد اكس 101 زائد اينيت الكل من في وبنسبة للمعادلة إشارة التساعة سيكا أ كما كنتم تلاحظوا هذه اللي هي السينيالي سيكا أ وش تساوي بوبانور فيها مدخلين إذن تساوي اش في اكس 44 اكس 44 في اش وآخر حاجة اللي هي سيكا بي سيكا بي تاعلق اللاب الثاني سيكا بي وش تساوي لاحظوا جيدا ماذا تساوي تساوي كي أ بار تساوي كي أ بار هذا بنسبة سؤال رقم ثلاث رحوا الآخر السؤال اللي هو سؤال رقم ربعة إكمال مخطط زمني لهذا العداد ونبراه نوصح أسكو هو عدد تنازلي ولا لا إذن في هذه الحل أعطانا هذا المخطط زمني وكما عودتكم منقبل أول حاجة ديروا إسقاط لإشارة الساعة القلب الأول بش اتأثري تأثب جبهة نازلة من إشارة الساعة الخارجية أول حاجة آخر جبهة بعد ما عرفت إجابة هات نازلة وش نديرونهم نديرون إسقاط الإسقاط هذا نحتاجه بزه بنخرجه منه الترقيم آكي بعدها بعد ما أكملت إشارة الساعة جمعة وش نديرون نشوفوا المس أولوية الأولى اللي ندرسها المس شكون يقوموا بعملية المس إما إنيت أو إكس 101 أو إكس 40 هنا في المخطط زمني أعطى لك إكس 101 كان قادم لك زوج كان قادم لك ثلاث وعلى باكم باللي هذو المداخل كنت مدلهم واحد بين يمسحوا العداد مثلا كما إكس 101 لو كان مدلها واحد واحد نفي نتاعه شوالي زيرو زيرو شوالي أكتيف لك لك ويتمسحوا القلابات مع أنتها إكس 101 تمسح العداد بالواحد وصيفة تكون خاملة إذن هنا واحد منطقة تكون ناشطة هنا حتكون خاملة 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 وهنا حتكون ناشطة 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 بعد ما عرفناها باللي ناشطة وش نديرو نديرو مجال بلون بنفسجي كما كم تشوفوا هذا المجال خاص بالمسمع أنتها القلابة تكون في حالة إرغام على الصفة إذن كي اي سوي سيف وكي بي سوي سيف ونزيد ونرسم هذه الصفة وهذه السوي سيف وهذا المجال اللي بقى لجمعه هو اللي نرسم فيه مخرج كي ا وكي بي من بعد هجمعه وش قلنا وش قلنا شكونا ليتأثر بإشارة سعة القلاب الأول إذن قلاب الأول شكونا باش يتأثر يتأثر بإشارة سعة آش ولازم نو اوترزاسي اكس ربعة وربعين معناتها قبل ما نرسم لكي او كي بي لازمنا نشوف اكس ربعة وربعين ثاني كما كم تلاحظوا هذا اللون الأزرق اكس اوترزاسي ومعناتها القلابات في حالة الذاكية وهذا المجال اللي بقنا نخدمه فيه المخرج كي او كي بي شو معي يا جماعة بهناش صام هذا المجال ديما نسأل رحي السؤال هذا المخاطر الزماني الواش احنا نخدمه هل هو عددات ام سجلات انا احنا نخدمه العددات اذا في الجهة اللي يسرى نكتب التبديل به ما نغلط قادة تجي تخدم عددات تخدم سجل صحيتو من بعدها نبدأ بالكي اوه الوال كي اوه كون يمدلو اشاط الساعة يمدلو اشاط الساعة الخارجية باش يتأثر يتأثر بالجبهة النازلة معناتها هيكون زيرو كي تجي جبهة النازلة اشي يبقى يتبدل يبقى يتبدل بهذا الشكل الى غاية هاته النقطة من بعدها اخر القلاب اللي هو كي بي القلاب باش يتأثر يتأثر بالكي اوه بالجبهة النازلة جمع رقز معيهم لحنة سؤال مطروح هنا يا رقم تلاحظوا باللي قلاب الثاني يتأثر بالكي اوه المنفي بس صح هو ما اعطالش كي اوه منفي اعطالك الكي اوه في هذه الحالة كيف نحلو المشكل واش نقولو نقولو بما انو يتأثر بالمخرج المنفي جبهة النازلة بنفس الطريقة باش يتأثر يتأثر بالمخص معانتها ما اعطالش باش نخدموها بالعكس مجد ما نعطالisa لو كاننيعطالي كي اوه باش ننفي ونجيبا ونعين جبهات نازلة بما انو ما عطالش كي اوه فاش نقولو نقولو جبهة نازلة هذي لعندنا نعكسوها كي نعكسوها تولي تولي جبهة صعيدة اذا اما شنعينو جبهة صعيدة هاللاح حالة انتقالية من صفر الى واحد اذا من بعدها كي بي كل ما جيه جبهة صاعدة تاكي اا يتبدل يولي واحد بعدها كي يوصل جبهة صاعدة هذه يولي زيرو ويتبدل الى غاية هذه النقطة يعني حاجة جديدة اجمعه واشي هي انه في الرسم في المخاطط الزمين ما عطالش كي اا بار كيف نحل المشكل هذه الكي اا بار كان يأثر بالجبهة النازلة اذا كي تعكسها يولي يتأثر بالجبهة الصاعدة مين من واش من الكي اا ويبقى نفسها عدات تنازل بس كنت تشابه كيف نقول لكم اا مخرج غير منفي وجبهة غير منفية تنازل هاكذا من بعدها اخر حاجة جمعه واش نديرو نكتبو الارقام هذي صفر اذي واحد هذي صفر اذي صفر اذي صفر والقلب الثاني صفر واحد واحد صفر صفر من بعدها شكون هو الاسبي اللي هو القلب الاول مربوط اشارة تسعة هو اللي يجي لأحد لو انتوكم بلول احمر اذا زيرو زيرو واشي قابله رقم قابله رقم زيرو واحد واحد واشي قابله رقم ثلاثة بنظام عشاري صفر واحد يقابله رقم ثني بنظام عشاري واحد زيرو واشي قابله يقابله واحد بنظام عشاري وزيرو زيرو يقابله الصيفر كما كم تلاحظوا واشي هو العدد التنازلي نبدأ من الصيفر برقم صيفر من بعدها راح ثلاثة اكبر رقم من بعدها ثنين من بعدها واحد من بعدها واشي راكم تلاحظوا تلقائيا نرجع للزيرو لذلك واش نسميه عدد بدورة كاملة تعديده أربعة لنوع تعهو عداد تانس جمعزينا روحوا لآخر تمرين اللي هو تمرين رقم أربعة بنسبة تمرين رقم أربعة يحتوي على أربع أسئلة سؤال أول موظيفة X30 موظيفة طوابق F1 و F2 سؤال ثاني أكمل تصميم المنطقي لهذا العداد سؤال ثلاثة أكتب معادلة كلوك لكل قلابات ومعادلة رميز الزيرو وآخر سؤال أكمل مخططة زمني جمعزينا وهذا هو وهذا هو المخطط الزمني اللي لازم تكمله جمعزينا وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين وبالتوفيق للجميع إن شاء الله هيا نبدأ في تمرين رقم أربعة وهو تمرين الأخي في سلسلة العدادات بدورة كاملة سؤال أول موظيفة X30 وما وظيفة الطوابق F1 و F2 نكبروا التركيب بهذا الشكل كما كم تلاحظوا هذا الطوابق يحتوي على قلاب RS ويحتوي على تماس وهذا تماس راح تحكم فيه وشعة إذن هذا الطوابق يسميه دارة ضد الارتداد وش وظيفة تعوي؟ وظيفة التخلص من الارتدادات الناتجة عن ارتداد التاماس جمعا لو كان مثلا من ديوش قلب الرس ونرى التاماس مباشرة في العداد بمجرد تمر قطعة قادر العداد يكتب لك سبعة رغم أنه مرت قطعة واحد ولي حب يفهم دارة ضد الارتداد يروح يتفرج الحصة رقم 20 ولا واحدة وعشرين أنا مشارحها بالتفصيل إذن مش نقوله F1 وهو طابق دارة ضد الارتداد باستخدام قلاب RS إنجاز بوابات نانت أما الطابق الثاني وهو عبارة عن طابق العدد تنازل تعدده الثمانية باستخدام قلابات كفى عرفتوا قلابات لأنه المسح يمشي بصفر منطق بالنسبة لX30 بما أنه X30 مربوطة بالأر وظيفتها المسح X30 هي مرحلة ابتدائية من أشغولها ثلاثة وظيفتهم مسح العداد خارجيا آلية هايا نكسبو إذن X30 هي مرحلة ابتدائية من أشغولها ثلاثة وظيفتهم مسح العداد خارجيا آلية F1 دار ضد الارتداد باستخدام قلاب RS إنجاز بوابات نان وشوظيفة تتخلص من ارتدادات ناتجة عن ارتداد تاماس وآخر طابق هو طابق F2 دار العد باستخدام قلابات GK رحو سؤال الثنين أكمل تصميم مخطط منطقي لهذا العدد بنفس الطريقة بما أنه عدد تردده ثمانية ثمانية تسوي ثنين أو ثلاثة نحتاجه ثلاث قلابات بعدها وش نخدمه نخدمه بالاستراتيجية الخطوة الأولى وش هي لازم تحول قلابات إلى T أو يعملوا في حالة التبديل وبما أنه عطالي مصدر جهد VCC لازم نربط GK كامل نربطهم بالVCC سواء القلاب الأول أو قلاب الثاني أو قلاب الثالث هذه خطوة الأولى في الاستراتيجية الخطوة الثانية نشوفه النمط احنا ديما ندرسه النمط لا تزامني معناته القلاب الأول هو اللي نربطه إشارة الساعة شكل يمد إشارة الساعة هي الدارة ضد الارتداد إذا هنا وش لازم نرسمه الدارة ضد الارتداد قلاب RS والمخرج كتاحه هذا نربطه بالقلاب الأول وهذا وش نكتبو عليه LS بي هو اللي يحسب الوزن الأحل الخطوة الثالثة في الاستراتيجية نشوفه النوع العدد هل هو متصعدي أو تنازلي كما كنت لاحظه اكتب لي عداد تنازلي وبعدها وش نتابعه نتابعه قاعدة اليدين تشابه يولد عداد تنازلي اختلاف يولد عداد تصعود لازم أنا عني حاب نخدم تنازلي لازم تشابه وش معناته تشابه؟ معناته إشارة الساعة على القلاب الثاني باش تمشي بجبهة نازل معتها جبهة منفية بيكون عداد تنازلي لازم مخرج يكون كذلك ما فيه نفي معناه نفي يعطي عداد تنازلي بهذا الشكل ونزيد القلاب الثالث سي كاسي نربطها بالكي بي بار هنا كملت العداد تنازلي ونكتبوه هنا MSP الوزن الأقوى الخطوة رابعة من الاستراتيجية الترديل نسأل راح يسؤال هل هو عداد دورة كاملة أو ناقصة بما أنه ثمانية ينتمي إلى ثنين قوان وثمانية تسوي ثنين أس ثلاثة فهو عداد دورة كاملة في هذه الحالة ما يحتاجش الشحن بالقيمة الابتدائية لا نقول شحن قيمة الابتدائية كي يعد عداد تنازل بدورة ناقصة نعود لشحنه بالقيمة الابتدائية مش كمال عداد تصعودي نقوله شرط نهاية العداد ولا شرط مسح العداد آخر حاجة نشوفه المسح العداد شكونوا يقوموا عملت المسح كما شعناها تقوم بها المرحلة الابتدائية من أشغول إلى ثلاثة إذن في هذه الحالة مداخل إرغام كلي نقلبهم كتلة واحدة وبعدها باش نربطهم بوابة نوت وهذه البوابة نربطها بإكس ثلاثين علىها زدنا بوابة نوت باتولي إكس ثلاثين تبسح العداد برقم واحد منطبي كتعود إكس ثلاثين تسوي واحد واحد نافية تأو الصيفة الصيفة يولي يكتيفي كلير A وكلير B وكلير C ويتمسف القلابات دفعة واحدة وبعدها نروحوا للمداخل إرغام بروسيت ما نحتاجوهم في العددات دورة كاملة قلت لكم نحتاجوهم غير في العددات ننزل دورة نعقصة ومزلنا موصل نشله إذن كامل ديزاكتيفيهم بواحد منطقين خملهم وبعدها نديروا السيميلاس نشوفوا الخدمات التي عنك في دائرة نجيبوا مفاكك الترميز ونجيبوا لافي شور وبعدها نربطوا لافي شور بالمفاكك الترميز وبالطبع هنا كائنين سبع مقاومات وبعدها القلاب LSB هو نربطوه بالمدخل A والقلاب الثاني مدخل B وقلاب الثالث مدخل C ولكن جاء عندي قلاب الأخير نربطوه بالدي وبما أنه ما عنديش مدخل دي نقضو نخليه فارغ نقضو نربطوه بالجي عندي من بعدها وش راكم تلاحظوا العدد من صيفة راحل السبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة ثنين واحد صيفر إذا العدد ترددو ثمانية وش بدأ صيفة ثم واحد ثنين لو كان تحسبهم تلقاهم ثم أرقام بيدون تكرا وبنزلونا في موامله أول رقم يبدأ به زيرو وش قابلو بنسبة ل landscape هذه ذات ميسلون ثلاثة أصدرين بنظام ثنيني بعدها مباشرة قفز إلى رقم السبعة عندها بنظام ثنيني هذا يكون واحد 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 وبعدها ستة الميسلون وهي واحد واحد زيرو بعدها خمسة الميسلون وهي واحد صيفر واحد وبعدها ربعة الميسلون وبعدها تلاتة الميسم وهي صيفر واحد واحد وبعدها هنا جمع ثنين الى هواصف وS 200 وبعدها هنا і XinG1 وS 001 وبعدها تلقائيا يرجع إلى 6 إذن لماذا تسمي عداد دورة كاملة معناته يفوت على كل احتمالات ويكمل دوراتها ويرجع تلقائيا إلى الصفة بنفس الطريقة وشي هو شرط بداية العدد بدأ بصفر وبما أنه دورة كاملة شرط نهاية العدد كذلك انتهى بصفر نقطة البداية هي نقطة نهاية على هذه نسمي عداد دورة كاملة وآخر رقم أكبر رقم ليوصل لها العدد هو رقم 7 اللي هو رقم 7 واللي كفاءة ناقص 1 بنسبة ترديد العدد هذا بنسبة للسؤال الرقم الثاني رحوا إلى السؤال الرابع قال طالب من كتابة معادلة السيك على كل قلباتهم وعادلة رميز A0 طريقة بسيطة جدا إذن رميز A0 ماذا تساوي كما كم تشوفوا هذا اللون العسيني يالي بلون الأزرخ باش مربوط X20 وكي نبوا بابة نقط إذن عرض ماذا يساوي يساوي X30 بار عفون X30 ومش X20 X30 بار أما إشارة ساعة X30 بار إشارة الساعة القلب الثاني إشارة ساعة C5 باش مربوطة مربوطة بالكي A0 بار إذن نكتبه A0 بار والقلب الأخير CKC Mربوط باش كون يتحكم فيه شكون يمدلو إشارة ساعة B0 بار هنا نكتبه B0 بار هذا بنسبة للسؤال الرابع رحوا إلى السؤال الأخير اللي هو إكمال مخطط زماني فهذه الحلعة طالنا لهذا المخطط الزمني كما تفهمنا وكما حكينا من قبل عندنا الأولويات اللي لازم نتبعوها بما نلقو حتى إشكالية أول حاجة روح نشوف القلة الأول باش يتأثر تأثر بالجبهة النازلة تعال إشارة سعاكي هناني سميتها الكوكي إذا نش لازم نديره نعينه جبهات نازلة بهذا الشكل إلى غاية آخر جبهة من بعد وش نديره نديره الإسقاط لكل جبهات على المخارج كي آكي بي كي سي كي دي بهذا الشكل هذه أول حاجة ثاني حاجة وش لازم نروحه الأولويه الأولى عندها المسح بس كو عنده الأولويه الأولى هو الجنيرال اللي يتحكم في كل شي وكما راكم تلاحظوا إكس 30 كينا بوابة نوت إذا كانت إكس 30 تسوي واحد نفي الواحد صفر راح ينشره مداخل الإرغام ويتمسحه كل قلابات إذا كانت إكس 30 تسوي الصفر الصفر نفي التعو واحد راح يكونوا مداخل الإرغام قاملة إذن أولويه المسح بالواحد إذا هذا المجال ناشط يمسح وهذا كامل إكس إكس يكون تكون إكس 30 خاملة ما تمسحش قلاب وهنا راح تمسح إذن نظلوا لي فيهم رمز أكتيف نظلوهم واش معنات هذا المجال خاص بالمسح معنات المخاج اللي كي آكي بي كي سي كامل مرغام على صفر في حالة المسح بهذا الشكل بعد ما كملنا مداخل الإرغام دركوا وين نروحه نروحه أسكوكين الإذن ولمكانش كما كم تلاحظون أنه مكانش إذن بالعاد معنات العدد يحسب تلقائيا كما كم تلاحظون مكانش مباشرة لو كان جي جبهة نازلة يحسب إذن قلب الأول جماعة قبل ما نرسموا للمخرج نسألوا راحنا السؤال هذا المخاطر الزمني لواش راح نخدمه هل هو عداد نستخدمه فكرة التبديل أم سجل نستخدمه فكرة التقليد وبالطبع حنا راح نخدمه العداد نكتفل جهة اليسر التبديل بها تساعدنا بها ما نغلطوش من بعدها راحوا القلب الأول القلب الأول باش يتأثر بالمخرج كي تاع قلب دارة ضد الارتداد باش يتأثر بالجبهة النازلة إذن ويعمل في حالة التبديل واش معنى ثا يكون زيرو كي جي جبهة نازلة يتبدل واحد جي جبهة نازلة ثلاثة يولي زيرو جي جبهة نازلة ربعة يولي واحد ويبقى بهذا الشكل إلى غاية إلى غاية تفعيل مدخل المس هذا بنسبة الكيئة بنفس الطريقة راحوا القلب كيبي باش يتأثر القلب كيبي يتأثر بالكيابار بالجبهة النازلة سؤال مطروح في المخرطة الزمني أسكو عطى لي كيبي بار ما عطى هلش ما عطى هلش لو كان عطال لي مكان تاح نقل كيبي هنا لازمو كيبي ومن بعدها نجيب كيابار بس لحنا ما عطى لش كيابار بجمعة واش موالوا نديرو نقولوا نخدم同 beside بما أنو كيابار يأثر بالجبهة النازلة إذن كيباشه يأثر احي أثر بالجبهة الصعدة وتبقى خدمة صحيحة بلما نزيده كي آ بار إذن نعينه جبهات الصعيدة هي حالة انتقالية من مستوى الأدنى لمستوى الأعلى بهذا الشكل إذن كي بيوش يسير 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 مجرد جي جبهة صعيدة من كي آ والله جبهة نازلة من كي آ بار أنا عادة نخلوه جبهة صعيدة إذن يولي واحد 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 إلى غاية جبهة صعيدة ثانية ولي زيرو يبقى يتبدل إلى غاية تنشيط المسر بنفس الطريقة بها نخرجه لما نخرج كي سي كي سيكون يمدل إيشات سعاي يمدل له كي بي بار نحن لم يعطي لكي بي بار يعطي لكي بي فهذه الحالة كيف نحلو المشكل بما أنه المقاتية تأثر بالمخر بما أنه القلب الأخير يتأثر بالكي بي بار بالجبهة النازلة بنفس الطريقة باش يتأثر العكس تح يتأثر بالكي بي ميش تولي جبهة صعيدة وش ما عندها لازم نعينه جبهات صعيدة لهذا المخرج إذن عندي زوج جبهات صعيدة من بعد نرش مو في هذه الحالة يكون زيرو ججبها الصعيد تعكيبي يولي 1 ويبقى 1 و 1 و 1 إلى غاية جبها الصعيدة 2 تأكيبي إعطوا سيجمع تعكيبي واحدة جت جبها الصعيدة يولي 0 حتى من المز وآخر بطريقة مستحسن نديرها يدير الترقيم إذا نبدأ في قلب الأول 0 مستوى الأعلى 1 مستوى الأدنى 0 ونبدأ ونرقمه بهذا الشكل حتى الأخر ندل بعدها قلب الثاني 0 بعدها G11 بعدها 00 بعدها مستوى أعلى acontece مستوى الأدنى شي Seat واخر القلب هو كيسي اللي هو 01111000 كما كم تلاحظوا هنا درتكم التلوين اللون الأحمر هو القلب الاس بي هو الأحد اللون الأزرق اللي يجي بعده هو الرقم العشرات ولون الأخضر هو رقم المئة بها ما تحكسوش ما بيناتهم اللي ذا رقم اللول هو كما كم تلاحظوا 000 يقابلوا الصفر بنظام العشاري بعدها يجي 111 اللي والسبعة بعدها تجي 011 اللي والستة بعدها تجي 101 اللي هي خمسة بعدها تجي 001 اللي هي بنظام عشاري ربعة وبعدها تجي 1103 بعدها تجي 010 اللي هي ثنين وبعدها تجي 100 اللي هي واحد وبعدها العدد يرجع تلقائيا إلى 00 اللي هي بنظام عشاري زير وعاوة تكتبتها لكم بنظام عشاري باتفهمها صفر بعدها يروح سبعة وبعدها ستة وبعدها خمسة وبعدها ربعة وبعدها ثلاثة وبعدها ثنين وبعدها واحد وبعدها تلقائيا يرجع إلى زيرو كما شفنا فلافيشو وهنا برهن لدو كفاية يخرجوا الأرقام بطريقة نظرية سيفر ثم سبعة ستة إلى غاية سيفر إذن عدد تاردل ثمانية يحسب ثم أرقام بدون تكرام من سيفر سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة اثنين واحد وبعدها يرجع تلقائيا إلى سيفر بعدما ينهي كل احتمالات هذا كل شي بما يخص العددات بدورة كاملة سواء عددات تصعودية ولا عددات تنازولية أتمنى أنكم تفهمتم كل شي ونتمنى أنني أزلت الغموض على كل شي وش أحنقولكم هنا وصلنا نهاية الحصاء أتمنى التوفيق للجميع ليلة سعيدة للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته